بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الثاني والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم في موضوع الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي هو أحد أصول الإيمان ولا يزال الحديث عن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأدلة نبوتهم ونخص في حديثنا هذا أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم فنقول كل نبي تقع معجزته مناسبة لحال قومه ولذلك لما كان السحر فاشيا في قوم فرعون جاء موسى بالعصى على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا فاحتاروا وانقمعوا وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق وليس من السحر كما قال تعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ولم يقع ذلك بعينه لغير موسى عليه الصلاة والسلام ولما كان الزمن الذي بعث فيه عيسى عليه السلام قد فشى فيه الطب جاء المسيح بما حير الأطب من إحياء الموتى وإبرايل أكمه والأبرص من الداء العضال القبيح وخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فطاشت عقول الأطب وأذعنوا أن ذلك من عند الله عز وجل ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وفرسان الكلام والخطابة جعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور فقد اختار الله هذه المعجزة الباهرة لخاتمة الرسالات السماوية العامة للناس أجمعين وهي معجزة يطلع عليها أهل الأجيال في كل زمان ومكان ويتلونها فيعلمون أنه كلام الله حقا وليس كلام البشر قد تحدى الله أهل الإنس وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة منه فما استطاع أحد منهم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا وإلى الأبد لم يستطع أحد أن يأتي بكتاب مثله أو بمثل سورة منه على الرغم من وجود أعداء كثيرين للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام في عصور التاريخ قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فالتحدي بهذا القرآن لا يزال قائما إلى قيام الساعة وذلك في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهذا التحدي كان بمكة فإن سورة يونس وهود والطور من المكي ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة فقال في سورة البقرة وهي مدنية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فذكر أمرين أحدهما قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار يقول إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي وعدته المكذبين والثاني قوله ولن تفعلوا ولن لنفي المستقبل فثبت أنهم فيما يستقبلوا من الزمان لا يأتون بسورة من مثله كما أخبر بذلك وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول في سورة سبحان وهي مكية افتتحها بذكر الإسراء وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا فعم بأمره له أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزا لهم قاطعا بأنهم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك وهذا التحدي لجميع الخلق وقد سمعه كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه ولا أتوا بسورة من مثله من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم والأمر على ذلك معما علم من أن الخلق كانوا كلهم كفارا قبل أن يبعث ولما بعث إنما تبعه قليل وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله مجتهدين بكل طريق يمكن تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب حتى يسألوه عنها كما سألوه عن قصة يوسف وأهل الكهف وذي القرنين ويجتمعون في مجمع بعد مجمع ليتفقوا على ما يقولونه فيه وصاروا يضربون له الأمثال فيشبهونه بمن ليس بمثله مع ظهور الفرق فتارة يقولون مجنون وتارة يقولون ساحر وتارة يقولون هو كاهن وشاعر إلى أمثال ذلك من الأقوال التي يعلمونهم وغيرهم من كل عاقل يسمعها أنها افتراء عليه فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعواهم فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها فإنه مع وجود هذا الداعي التام المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة وجب وجود المقدور ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض فهذا يوجب علما بينا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن ياتوا بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة وهذا أبلغ الآيات التي تكرر جنسها وهذا أبلغ من الآيات التي تكرر جنسها كإحياء الموتى فإن هذا لم يأتي أحد بنظيره فإقدامه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على هذا التحدي وهو بمكة وأتباعه قليل على أن يقول خبرا يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله في ذلك العصر وفي سائر الأعصار المتأخرة لا يكون إلا مع جزمه بذلك وتيقنه له وإلا فمع الشك والظن لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه فيفتضح فيرجع الناس عن تصديقه وإذا كان جازما بذلك متيقنا له لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله تعالى له بذلك وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر والعلم بهذا يستلزم كونه معجزا انتهى كلام الشيخ رحمه الله هذا والقرآن الكريم معجز من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيوب المستقبلة وعن الغيب الماضي ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته